اشتركوا في القناة مدارس تبني إنسانا ناجحا، مسؤولا، مفكرا، مؤثرا ومعطاء طرحت جمعية البحرين النسائية ضمن مبادرة كونحورا مشروع غراسي المعرفة الكونية والذي يتبنى تدريب القائمين على المؤسسات التعليمية بمختلف مراحيلها عبر مجموعة من البرامج والأنشطة وراشي العمل بأساليب مبتكرة ومتجددة تجعل من المؤسسة التعليمية مكانا يتوق إليه الطالب بشوق مشروع غراسي المعرفة الكونية يحاول أن يساعد المعلم هو بالأساس المؤسسات التعليمية يساعد المعلم أن يقدر يعطي الدروس اللي عند إياها بشكل يربط المادة التعليمية بالحياة فيطلع الطالب أوش أن يكون هناك في نوع من المرح في الصف بدل ما يكون جامد يتعلم احتمال أن يذكر المادة التعليمية احتمال واجد أكبر لأنه ارتبط عنده في شيء حياتي يتعلم مهارة حياتية في نفس الوقت فالمعلم يقدر يستفيد أكثر من الحصة لأنها تكون مفيدة أكثر للمدرسة تستفيد أكثر لأنه الطالب صار يركز أكثر في المدرسة احتمال أنه لما يأخذ المهارات الحياتية لأنه المشروع يركز على أربعة أركان أساسية الاتزان العاطفي الحس الإنساني القيم الإنسانية والقيادة والبيئة الكونية والتفاعل مع البيئة الكونية هذا المشروع يقوم على أربع دعائم أساسية تساهم في صناعة الطالب الناجح يتمتع بالحس الإنساني ويكون قادرا على التعرف على مشاعره الشخصية ومحاولة تفهم مشاعر الآخرين متمتعا بالقيم الإنسانية العالمية وقادرا على إيجاد تغيير إيجابي الفكرة من هذه الأدلة التدريبية أنها تحتوي سلسلة من ورش تدريبية فيها مهارات تساعد الطلبة في تحقيق الدعامات الأربعة اللي زمينتي تكلمت عنهم فمثلا في أناوة فضاء الإنترنت يساعد الطلبة شلون يتعاملون على الإنترنت وخاصة نحن نشوف التحديات والمشاكل اللي تصير نتيجة وجود الهواتف الذكية في أيدي الأطفال وأنهم يتطفحون الإنترنت واليوتيوب وغيرها ويمكن يتعرضون إلى كثير من الأشياء الغير مناسبة إلى سنهم وأيضا يمكن يدخلون في علاقات ما تكون مناسبة فهذه واحدة من الورش اللي موجودة وبالتفصيل الدقيق شلون المدرس أو المدرب يقدر أنه ينفذها إلى الطلبة ووصل لهم بعض المفاهيم اللي تساهم في حمايتهم جيلنا الواعد بحاجة إلى الدعم ليكونوا قادرين على وضع بصمتهم في المجتمع ليصبحوا عناصر مؤثرة متطلعة لبناء مجتمع متميز ومتطور خصوصا وأن مشروع غراسي المعرفة لو تم تطبيقه وفق ما رسمى له فإن أبنائنا سينتقلون من التمحور حول الذات إلى التفاعل مع المجتمع خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر